انتهت المحادثات الأمريكية الأوروبية مع روسيا من دون أي تقدم على العكس تستخدم جميع الأطراف لهجات تصعيدية وزير الخارجية الروسي سيرقي لفروف اتهم الغرب بتقويد قواعد العلاقات الدولية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومحاولة إملاء نهجه على الآخرين وحذر لفروف من أن بلاده قد تلجأ إلى نشر عسكري شامل في حال فشلت المحادثات وتطالب روسيا الغرب برد خطي مفصل على اقتراحاتها بخصوص ضمانات الأمنية نحن ننتظر رد الكتاب من شركائنا فيما يتعلق بهذا الموضوع من الضروري أن يكون ذلك بشكل سريع أوضحنا أننا لا يمكن أن ننتظر إلى مال نهاية قدمنا اقتراحات للنيتو وننتظر الرد عليها لا ينبغي أن تضمن دولة أمنها على حساب دول أخرى تتهم موسكو الغرب بإسهامه في تطوير الأمور بطريقة سلبية وزيادة مخاطر اندلاع المواجهة في العالم الاتهام ذاته توجه الولايات المتحدة إلى موسكو مع تهديدها بأن عواقب أي تحرك روسي بشان أوكرانيا ستكون له تداعيات كبيرة فقد حذر ممثل الولايات المتحدة في منظمة الأمن والتعاون مع أوروبا مايكل كاربنتر روسيا من عقوبات قاسية إن تقدمت نحو الأراضي الأوكرانية ولأنها تسعى إلى السيري في أكثر من مصار أتت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفن أقل حدة فاستخدم السلاحة دبلوماسية على أنها ما تفضله واشنطن لتعزيز أمن واستقرار منطقة أوروبا والأطلسي لكنه قال أيضاً إن الاستخبارات الأمريكية لم تجزم بأن روسيا قررت استخدام المصار العسكرية مما يعني أن واشنطن لا مساحة لديها للتسامح مع هذا الخيار إذا ما قررت موسكو المضية قدماً فيه ترجمة نانسي قنقر